على ضوء الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم يؤدي صندوق النقط الدولي دوره في تعزيز الاستقرار المالي ليطلق التحذيرات ويعلن عن التوقعات ويوافق على الإقراض في سبيل إنقاذ الاقتصاد العالمي من أرقام قاتمة إثر الحرب والجائحة لكن سياسات الصندوق باتت موضع شك لدى البعض لجوانب التمييز في الأقراض ودعم سياسات دول على حساب دول أخرى برنامج الرابط بدأ أهلا بكم إذن يحث صندوق النقد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على المضي في رفع أسعار الفائدة رغم التحسن الملحوظ في مستويات التضخم وهذا أكثر ما تخشاه الاقتصادات العالمية عن ذلك نتساءل في هذه الحلقة اليوم ما الأثار المترتبة على الاستمرار في رفع معدلات الفائدة على اقتصادات العالم نسأل أيضا هل سياسات صندوق النقد تركز على مصالح البلدان المانحة والمقترضة؟ أهلا بكم إذن الانتقادات تطال الجميع لسيما على صعيد القرارات التي تخص الاقتصاد الصين بما اتبعته من سياسة صفر كوفيد التي أدت لطباط الاقتصاد العالمي وفق صندوق النقد الدولي مثلا والصندوق نفسه الذي تطال سياساته أو سياساته الخاصة بالإقراض كثير من الاتهامات وبين هذا وذاك تواصل الاقتصادات الكبرى في العالم مسارها وسط التنبؤات تفيد بأن الركود بات على الأبواب خلف هذه الجدران ترسم سياسات وتصدر توقعات توقعات تكثفت وتيرتها وازداد متابعها خلال ثلاث سنوات عرفنا فيها كثيرا من الأزمات آخر ما حرر عن صندوق النقد الدولي بخصوص اقتصاد العالم جاء مغلفا بكثير من التشاؤم والسلبيات العالم على أعتاب ركود اقتصادي لن يضرب كل الاقتصادات بل ثلثها وفق الصندوق نفسه من بين المهددين بالركود ثاني أكبر اقتصاد في العالم والحديث هنا عن الصين جميع الأمور العالم الأمور النظر الآن يتبهي. الحياة الأوروية يتبهي بأسفادة من الدخولات من روسيا. كينا يتعرض من تنزلات المنزلات المنزلية ومن المزل المدينة لدخول العالمي. وعندما يكون الحياة الناس قد يكون حياة ومموانتوم يتبهي. الصين التي تبحث عن تعافيها بعد سلسلة إغلاقات فرضتها سياسة الصفر كوفيد التي لحقتها كثير من الانتقادات كيف يطيلون أمد إغلاقاتهم يقول المنتقدون الذين اتهموا بكين بإرباك سلاسل التوريد عالميا وعرقلة مسار كثير من الشحنات وهذا أمر أدى لتباطؤ نمو الصين أصلا ودعت الصين لإنهاء الإغلاقات الصين استجابت للدعوات وأعلنت تخفيف قيودها وتخليها عن كثير من القرارات فخاف العالم من هذا التراجع وأعلنت دول منع استقبال مسافرين قادمين من المدن الصينية خوفا من متحورات قد تعيد الإغلاقات تحار الصين ومؤيدها في التعاطي مع العالم فهي منتقدة كيفما تصرفت ومثلها أيضا صندوق النقد الدولي الذي تطاله هو الآخر كثير من الانتقادات غير مفهوم لكثيرين سياسات أقراض الصندوق التي وصفت بالمتحيزة والشروط التي يفرضها على الدول تحت بند الإصلاحات الانتقادات تطال حتى تعاطي الصندوق مع تمويل مشاريع تخص تداعيات تغير المناخ فهو لا يفرق أصلا بين المتضرر والأكثر ضررا ومن تسبب بالاضطرابات وكأن المزاج الدولي هذه الأيام قائم على توجيه الانتقادات والاتهامات الصين ومعها صندوق النقد وما يتخذانه من قرارات تخص الاقتصاد وفي هذه الحلقة يدور الجميع بانتظار ما سيتحقق من توقعات قبل البدء بنقاش إذن موضوع هذه الحلقة أذكركم بسؤاليها ما الأثار المترتبة على الاستمرار في رفع معدلات الفائدة على اقتصادات العالم ونسأل تحديدا عن سياسات صندوق النقد الدولي هل سياسات صندوق النقد الدولي تركز على مصالح البلدان المانحة والمقترضة؟ أذهب بهذه الأسئلة وبغيرها إلى ضيوفي أرحب بضيفي من واشنطن عبر تطبيق زوم الدكتور جيمز ديفيد سبيلمن الخبير في الأسواق العالمية ومدير شركة الاتصالات الاستراتيجية في واشنطن من العاصمة الفليبينية منيلا عبر تطبيق زوم الدكتور تشاستر كابلازا رئيس ومؤسس منظمة التنمية الدولية والتعاون الأمني IDSE ومن القاهرة أيضا ينضم إليه عبر الأكمار الصناعية الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام أبدأ معك دكتور جيمز إذن اليوم نحاول أنا وإياكم ضيوفي أن نقرأ سياسات صندوق النقد الدولي حيال طبعا الاقتصاد العالمي اليوم والسياسات الإقراضية نخد في تفاصيلها بعد قليل ولكن أبدأ معك دكتور جيمز من المتوقع أن يتراجع صندوق النقد الدولي عن توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام مرة أخرى كيف نقرأ بداية هذا التحديث المستمر للتوقعات والتراجع المستمر عن التوقعات كان هناك توقع بارتفاع في النمو الاقتصاد العالمي ولو بنسبة بسيطة اليوم هناك أيضا حديث عن تغيير لهذه التوقعات لماذا؟ هل هو تخبط في قراءة المؤشرات؟ هل هو مشكلة في السياسة؟ هل هو مشكلة في سياسة تجاه بعض الجهات أو بعض الدول؟ ما هي الأسباب؟ وماذا نتوقع في التوقعات؟ هل نتوقع توقعات أكثر تشاؤماً للاقتصاد؟ تصدر التوقعات في يناير ستكون أكثر تشاؤماً التوقعات التي صدرت في ديسمبر كانت مبنية على أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي والتي كانت أعلى بـ 50% ما هي الآن إذن أسعار الطاقة في انخفاض باستثناء النفط الذي ارتفع سعر البرميل منها عما كان في ديسمبر كما نعرف إذن هذه التوقعات والتوقعات الخاصة بالربع القادم تكون مبنية على الأرقام التي مضت ثلاث أو ستة أشهر مضت وهذا هو التحدي الذي يواجهه صندوق النقد الدولي فهذه الحيثيات العالمية وما يعمل عليه صندوق النقد الدولي يختلف عن توقعات الأطراف الأخرى فالبعض متفائل أكثر من صندوق النقد ونرى أن الصين أثرت كثيرا على بيانات الربع الثالث من العام الماضي والربع الرابع إذن التوقعات بطبيعتها تكون صعبة ومن الصعب أن يكون أي طرف دقيق بها هناك الكثير من العوامل المتشابكة والتعقيدات ونعيش في عالم يتغير لحظة بعد لحظة بعد كوفيد 19 بعد القضايا الاستراتيجية التي برزت على الساحة ولكنني مع ذلك أرى أن صندوق النقد الدولي كان حازما وجازما بشأن نقطة واحدة وهي المشكلات العالمية مثل الماديونية وخاصة في الدول المتدنية الدخل وهناك أيضا تركيز على سوق العمل والتوقعات سوق العمل الأمريكي بشكل خاص هذين اليومين والتضخم من المفترض أن يصل إلى المستهدف وهو 2 بالمئة نعم إذن علينا أن ننظر إلى الصورة العالمية أكثر وهناك حوالي 50 دولة حسب الاقتصاديين وتحليلاتهم ستقع في مشكلات جسيمة بسبب هذا الركود الاقتصادي وإذن نحن لا نتحدث عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فقط بل هناك أطراف آخرين يشعرون بالفعل بهذه التغييرات العالمية والمشكلة المديونية بالأخص في الدول المتدنية الدخل سنخذ في هذه التفاصيل بعد قليل دكتور جيمز وصلت الفكرة أذهب بسؤالي لدكتور تشستر من كل هذه النقاط دكتور تشستر كيف تقيم أداء صندوق النقد الدولي في توقعاته للاقتصاد العالمي هذه التوقعات التي كما ذكرت تكرر تحديثها من قبل الصندوق أكثر من مرة مع طبعا مخالفة معدلات أنمو توقعاته السابقة يجب أن يعتمد صندوق النقد الدولي منهجية علمية في تقييم هذه المصففات الاقتصادية حيث أن الكثير من الدول المتقدمة ودول النامية ودول متدنية الدخل تعتمد على استشارات صندوق النقد الدولي وتوقعاته علينا أن لا ننسى أن الاعتماد على رأي الصندوق أمر له أهمية وله وزن وبالتالي يجب أن يبنى على منهجية علمية نحن الآن نعيش في عالم معولم ولذلك دور الصندوق مهم في التوجه إلى القضايا الشائكة والمسائل التي تواجهها العديد من الدول حيث أن هناك مشكلات كثيرة وبالتالي هذه الاقتصادات تحتاج إلى توجيه وإرشاد من قبل الصندوق حتى يخرجون من هذا النفق المظلم وبالتالي نحتاج إلى معلومات موثوقة خاصة أن هناك الكثير من المسائل هل تشك بأن معلومات الصندوق غير موثوقة؟ هل أفهم منك ذلك دكتور تشستر؟ ما قصدك؟ لا، أنا أتحدث عن المنهجية المعتمدة نعم، هناك بعض الافتقار إلى الشفافية حيث أن بعض المعلومات لا يتم إيصالها بشكل شفاف بما فيه الكفاية ربما مثلاً يقدمون معلومات بدون أن يكشفوا لنا كيف حصلوا عليها أو يفصحوا للعامة مثلاً كيف قاموا ببناء توقعاتهم وكيف وصلوا إلى هذه الدراسات؟ ما أقوله هو أننا نحتاج إلى منهجية علمية واضحة وموثوقة ويعلن عنها بشفافية وصلت الفكرة لنوضح أكثر هذه الفكرة أذهب لدكتور فخري دكتور هل فشل صندوق النقد الدولي في توقع الركود الاقتصادي الذي يمكن أن يعانيه العالم اليوم؟ أم أنه بالفعل كما قال ضيفي في بداية الحلقة من الصعب قراءة الاتجاهات الممكنة لمعدلات التضخم والنمو وهناك عوامل كثيرة يجب أن تأخذ بها عن الاعتبار وهي عوامل متغيرة وما رأيك بما قاله دكتور تشستر أنه يفتقر صندوق النقد الدولي لشفافية ولمنهجية واضحة؟ بداية تحياتي لك ولديوفك الكرام فيما يتعلق بالتغير في سياسات صندوق النقد الدولي لا شك أنني أتفق مع السيد جيمس في أن صندوق النقد الدولي يعتبر آلية مهمة جدا لتوفير البيانات والتوقعات عن تطورات الاقتصاد العالمي خاصة في ظل الثلاث سنوات الماضية التي أتت إلينا بأزمة وصدمات كوفيد ناينتين وأيضا الأزمة الروسية الأوكرانية وتشابكهما مع بعضهما وتداعيتهما على الاقتصاد العالمي على كل الدول المتقدمة وصاعدة واقتصادات صاعدة والاقتصادات النامية والدول الفقيرة على كافة المستويات ولذلك في ظل التطورات المتسارعة والمخاطر العديدة وظلال عدم اليقين وعدم التأكد لا شك أن هذه الآلية وهو صندوق النقد الدولي بما لديه من خبراء وتجارب سابقة مع دول في كافة الدول مستويات الدول سواء كالدول اقتصادات صاعدة أو ناشئة أو نامية أو دول فقيرة كذلك الدول المتقدمة في هذه الحالة آلية مفيدة للغاية لا شك أن صندوق النقد الدولي يعطي توقعات وتنبؤات عن المؤشرات للاقتصاد الكل على مستوى العالم من حيث معدلات النمو والتشغيل وأيضا معدلات التضخم عن مستوى العالم وكلها مفيدة ثلاث مرات في السنة في يناير يأتي إلينا تقرير عن أفاق الاقتصاد العالمي في اجتماعات الربيع في أبريل يعطي أيضا ما نسميه بتعديل لتوقعاته في خلال الربع الأول من السنة فيما أيضا أفاق الاقتصاد العالمي إضافة في اجتماع الخريف في أكتوبر من كل عام يصدر أيضا عملية تعديل لتوقعاته للنصف سنة الأولى وثلاثة أرباع السنة فيما يعرف أيضا بأفاق الاقتصاد فإذا صندوق النقد الدولي وأيضا بالتعاون مع خبراء البنك الدولي هذان التوأمان يلعبان دورا مهما في طاء صورة قريبة لتطورات الاقتصاد العالم في ظل تطورات عدم اليقين سواء كانت تطورات مناخية نتعرف سويا أنا وإياك قبل أن نتابع الحديث وندخل في التفاصيل نتعرف أكثر إلى صندوق النقد الدولي أصبح هذا الصندوق حجر الزاوية في نظام عالمي غير متكافئ كما يقول البعض وأصبح فيها الصندوق هذا الملاذ الأخير أمام البلدان التي تمر بأزمات تجارية واقتصادية الصندوق بكل الأحوال أنشئة في عام 1944 مقره في واشنطن يبلغ عدد أعضائه حاليا 190 دولة ويختص بتقديم القروض إلى دول الأعضاء لمعالجة العجز المؤقت في موازين مدفوعتها أعود إلى ضيوفي أذهب إليك دكتور جيمس دكتور تابعنا تصريحات أو كان في مقابلة تحديدا لفاينانشل تايمز مسؤولة في صندوق النقد الدولي وكانت تحص الفدرالي الأمريكي على سياساته النقدية التشديدية لماذا يحظ صندوق النقد الدولي اليوم الفدرالي الأمريكي على هذه السياسات وهي سياسات يرجح لها أن تضر بمعدلات النمو وأن تؤدي بشكل أو بآخر إلى سيناريو الركود الذي يتخوف منه كل العالم وبالتالي أن تعقد مهام صندوق النقد الدولي كمقرد للدول التي من المحتمل أن تكون متضررة لا أعتقد ذلك أبدا علي أن أتحدث بداية عن بعض النقاط هنا أنا لا أعتقد أن المنهجية المعتمدة ليست علمية بل أعتقد أنه من الصعب التنبؤ بالاقتصاد العالمي خاصة ونحن نتحدث هنا عن توجيه عام للاقتصاد العالمي إذن هم يقولون انظروا الاقتصاد يتباطئ ولكننا نتوقع 7% مثلاً كنمو في العام القادم وإلى مآخره إذن في رأيي هذه طوقات مهمة سواء كانت صحيحة 100% أو 80% فهذا التوجيه العام له أهمية وهم يعتمدون بالفعل على منهجية طبعاً موثوقة حتى يصلون إلى هذه التوقعات التحدي الآخر الذي يواجهه صندوق النقد الدولي هو محاولة تبسيط اللغة وتبسيط الوضع حتى يكونوا مفهوماً فأنا أعتقد أن دور صندوق النقد الدولي يجب أن يكون ملائماً لقطاع الشركات والأعمال وأن يكون لهم دوراً مفيداً هم يحاولون دائماً أن يفيدوا القطاعات والاقتصادات والفيدرالي أيضاً كما أشرتهم والذي تم الإشادة بسياساته من قبل الصندوق لأن هذه السياسات ضرورية والوصول إلى مستهدف التضخم 2% قابل للتحقيق على حسب رأي صندوق النقد الدولي إن استمر الفيدرالي في هذه السياسة إذن المنظور هنا مهم ما هو المنظور الذي نتحدث عنه والذي ننظر إليه أو من خلاله إلى دور صندوق النقد الدولي هم يركزون الآن على التضخم وهو الأولوية لأنها مسؤولية كبيرة حالياً طيب دكتور تشستر كيف تقرأ دعم صندوق النقد الدولي لسياسات الفيدرالي اليوم أعتقد أن هذا غير موضوعي حيث أن هذا تحيص ربما للمنظور الأمريكي وسياسة الاحتياط الفيدرالي هناك تفسيرات عدة لهذه السياسة خاصة عندما نتحدث عن التوترات الكبيرة وتباطئ الاقتصاد وتدخل الاحتياط الفيدرالي ورفع المعدلات هذه الأمور كلها ربما تسبب مشكلات لأن العالم والاقتصاد العالمي سوف سوف يتأثر بالتأكيد إذن نحن هنا نتحدث عن شيء ربما يكون غير مقبول دكتور فخري هل نقرأ تعارضا للمصالح في تصريحات الصندوق هذا وبشكل عام كيف من المتوقع أن تتأثر سياسات الأقراض للدول المتضررة من السياسات النقدية التشددية التي بدأها طبعا الفيدرالي الأمريكي ولحقت بها بنوك مركزية عديدة خول العالم بالتأكيد كما نصح حصندوق النقد الدولي الولايات المتحدة الأمريكية وصانع السياسة النقدية الفيدراليزيربانك أو البانك الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في التشدد النقدي ورفع سعر الفايدة بوتيرة يمكن قد تكون أبطأ بطيء أبطأ مما كانت عليه إلا أنه حتى يصل معدل التضخم إلى 2% هو الوضع المعتاد والمستهدف من قبل الفيدرالي الأمريكي إلا أن هذا الأمر يبدو أنه صعب في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية أما لو انتهت الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن تحقيق ذلك ولذلك إذا لم تكن هناك نظرة في المستقبل متى ستنتهي الحرب الروسية الأوكرانية لا أحد يعلم متى ستنتهي ولذلك في هذه الحالة قد تؤدي هذا التشدد النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى حلول الركود أو اقتراب الدول الكبرى وهو التكتلات الثلاثة سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي والصين في هذه الحالة قد تؤدي سياسات التشدد إلى حالة من الركود والتضخم في تعامل العالم خاصة في الدول المتقدمة وسوف تكون لها تدعيات كبيرة على الدول الصعيدة أو الناشئة هل هذا الأمر دكتور يجعل اليوم حث صندوق النقدي الدولي الفيدرالي الأمريكي على سياساته يجعله ربما أمر غير مفهوم وهل توافق دكتور تشستر على أنه فيه غير موضوعية في هذه الخطوة وهناك أيضا ربما تحيز من قبل صندوق النقدي الدولي هذه المرة أتفق مع السيد شستر بأن طالما استمرت الحرب الروسية الأوكرانية فقد يؤدي ذلك إلى الإسراع بحلول الركود على كثير من دول العالم وهو أمر صعب وتدعياته صعبة على الدول الفقيرة وقد تؤدي في نهاية الأمر إلى ما لا يحمد عقباء فيما يتعلق بشبح المديونية العالمية لعديد من الدول خاصة الدول الفقيرة التي تحتاج إلى تمولات أما فيما يتعلق بتمولات صندوق النقدي الدولي فالصندوق يعني يفعل ما يراه مناسبا لقد زاد من حقوق الصحب الخاصة وتخصصات حقوق الصحب الخاصة ب650 ما يعادل 650 مليار دولار منذ عدة أشهر أو تقريبا ما يقرب من سنة بزيادة مخصصات يعني تخصيصات جديدة 650 مليار دولار في هذه الحالة وتوزيعها حسب حصة كل دولة الأعضاء المئة وتسعين دولة لزيادة السيولة في هذه الحالة إضافة إلى يعني مواجهة أزمة كورونا بأداة التمويل السريع رابد فينانسينج انسترومنت بالإضافة أيضا في ظل جائحة يعني أو ما نسميها الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية هناك أيضا تخصيص 50 مليار في صندوق ما يعرف بتمويل الصلابة والاستدامة ريزيليونسي أن سستينيبيلتي فاسيليتي كل هذه التمويلات قد تكون يعني غير كافية في ظل ما نراه من صعوبات تعوم العالم خاصة في الدول النمية والدول الفقيرة في هذه الحالة نعم وتفاديا لابد من إيجاد أداة سريعة أو يعني تسهيلات أكثر فيما يتعلق بتمويلات للدول الفقيرة لأنها يعني ستواجه يعني مواجهة شديدة مع الركود القادم إذا ما استمرت تشدد النقدي من قبل الاقتصاد الأمريكي الذي يمثل ربع ينتج ربع إنتاج العالم 25% من إنتاج العالم أيضا الصندوق لم يبخل على الصين بأنه طلب من الصين تخفيف سياسة سفر كوفيد وطلب من الدول الأخرى يعني تقلل من عملية القيود على صفر الصينيين إلى باقي دول العالم في هذه الحالة حتى لا تتعطل سلاسل الإمداد على مستوى العالم سنتحدث أكثر في هذه التفاصيل لكن بعد فاصل قصير ضيوفي الكرام أرجو التفضل بألبقاء معي أنتم أيضا مشاهدين تفضلوا بألبقاء معنا ندب إلى فاصل قصير بعده نعود نتحدث أكثر عن التوقعات الاقتصادية توقعات للاقتصاد العالمي مستقبل الاقتصاد العالمي ابقوا معنا أهلا بكم من جديد شددت العديد من البنوك المركزية في العالم سياساتها النقدية بعد رفع البنك الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال عام 2022 وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 عمليات الرفع أثارت المخاوف من حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي مع ارتفاع سعر الدولار والضغط على العملات الأخرى وهذا قد يؤدي إلى سلسلة من الأزمات المالية بين الاقتصادات الناشئة منها تفاقم مشكلة الديون وخروج المزيد من رؤوس الأموال وتراجعا في أكبر أو أكبر في قيمة عمولاتها المحلية أعود وأرحب ضيوفي من واشنطن الدكتور جيمز من مانيلا العاصمة الفلبينية دكتور تشاستر ومن القاهرة الدكتور فخري مرحبا بكم من جديد دكتور جيمز إذن نائبة مديرة صندوق النقد الدولي كما ذكرت قبل قليل كانت حثت الفدرالي على سياسة رفع أسعار الفائدة وقالت تحديدا أنه من المهم أن يحافظ على سياسة نقدية مقيدة حتى يكون هناك انخفاض واضح ودائم في التضخم هل تعتقد فعلا هي نصيحة سديدة للاقتصاد؟ السؤال الذي ذكر هنا هو هل يجب أن يشيد صندوق بسياسات الاحتياط الفدرالي أم لا؟ إذن بالنسبة لستراتيجية الفدرالي فهناك مخاوف ما إن كان هذا هو الحل الصائب أم لا؟ وهل هذه حكمة في التصرف أم لا؟ الفدرالي وصندوق النقد الدولي بشكل مشترك يرون أن التضخم مدفوعا بالطلب وبالتالي هناك أموال في الجيوب لدفع المقابل وأي إن كان السعر ولكن هذا التضخم مختلف في نوعه كما ذكر في التوقعات فإن الحرب في أوكرانيا تسببت بأزمة طاقة صاروخية كما أن هناك إغلاقات الصين وسياسة كوفيد وفجأة فتحوا أبوابهم على مصرعيها وذلك له تأثير على اقتصاد العالمي بالإضافة إلى مشكلات السلاسل الإمداد المعروفة والتي ما زالت معنا منذ الجائحة فهناك بعض المواد التي يجب أن تنتقل بسلاسة بين الدول حتى تعمل المصانع بطاقتها المعهودة هناك قطع غيار حيوية يجب أن تصل إلى خطوط الإنتاج حتى نحصل على المنتجات التي يجب أن تصل إلى يد المستهلكين ما أتحدث عنه هو أن وضع التضخم الآن متشابك في أسبابه ونحن لا نتحدث هنا عن سوق العمل فقط أو الطلب فقط وبالتالي بهذا الصدد هناك تساؤلات سديدة بشأن سياسة الفيدرالي إن كانت صائبة أم لا كما أن الفيدرالي أيضا لا يريد أن يكرر أخطاء الماضي بمعنى أن لا يتسرع في التخفيف وأن لا يتسرع في التقليل من رفع معتلات الفائدة فهو متخوف جدا من التراجع والتساهل الأزياد من اللازم أو الأسرع من اللازم وأن يصبح التضخم مشكلة أصعب وأكبر مما كان عليه هذه هي المخاوف بشكل عام إن كنتم توافقوني الرأي ومنذ ديسمبر الفيدرالي وحسب التعليقات العامة ومن بعض المسؤولين أن هناك ربما بعض التخفيف القادم قريبا في رفع المعدلات وهناك إيماءات بمعنى صح أو إيحاءات بأن التخفيف قادم وقريب لكن حتى الآن هناك حديث عكسي هناك حديث عن الاستمرار برفع أسعار الفائدة بكل أحوال أذهب إليك دكتور تشستر برأيك ما هي الإنعكاسات المتوقعة لاستمرار سياسات رفع أسعار الفائدة هذه السياسات التشتدية على الاقتصادات بشكل عام على معدلات التضخم على معدلات النمو وسيناريو الرقود ما سنراه هو الرقود ثم الرقود خاصة في الاقتصادات النمية حيث أننا سنرى بطالة مرتفعة بجانب مديونية عالية بسبب معدلات الفائدة مما سوف يؤثر أيضا على الدول المتقدمة واستمرار الحرب في روسيا أيضا يؤثر على الاقتصاد العالمي وطبعا على الأرجح سوف يؤدي ذلك إلى مشكلات علينا أيضا أن لا ننسى أن كل ذلك سيؤثر على الصين فهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم ولكن بالرغم من ذلك فهناك مشكلات ما زالت عالقها بسبب أزمة كوفيد في البلاد وهناك مشكلات ستحف بالاتحاد الأوروبي خلاصة الحديث المشكلات ستكون كثيرة وهناك إحباطات واستياء بسبب التضخم العالي والركود المرجح دكتور فخري إذن كما قال دكتور تشستر من المتوقع أن يكون هناك انعكاسات سلبية على المديونية للدول انعكاسات على طبعا سيناريوات معدلات التضخم معدلات النمو وكذلك سيناريوات الركود التي يعتقد أنها حتمية فبالتالي كنت تتحدث قبل قليل عن ضرورة أمام صندوق الدولي وهي تقديم أدوات جديدة في سياسات الإقراض وفي سياسات التمويل وغيرها وفي التعاطي طبعا بشكل عام معاييرها في سياسات الإقراض والتعاطي مع الدول المقترضة ما هي هذه الأدوات ما المطلوب من صندوق النقد الدولي مطلوب من صندوق النقد الدولي في الفترة القادمة طالما أو يعني تخوفا من حلول الركود مع قدر من التضخم بالإضافة إلى يعني شبح المديونية التي تطل برأسها فيما تعلق بالدول الفقيرة والدول النامية أنه يسارع في عملية يعني زيادة حصص الدول العضاء 190 دولة في العالم خاصة من الدول التي لديها فائد في فائد في احتياطياتها خاصة دول المصدرة للبترول تزيد حصتها في صندوق النقد الدولي وده يعطيها ثقل يعني في عملية التصويت وعملية وضع السياسات لأنها لديها فائد كدول الخليجة والمخاصة المملكة العربية السعودية فهي يعني حصتها بتتنامى باستمرار خاصة أيضا الدول المتقدمة في الصين بما لديها من فوائد كبيرة جدا تستطيع أن زيادة حصص إذن هناك يعني ضرورة طبعا نوضع الحصص في صندوق النقد الدولي يعاد النظر فيها كل خمس سنوات فآن الأوان بالنسبة أنه مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يقرر ويضع خطة في الفترة القادمة لزيادة حصص صندوق حتى تبلغ حاليا حصص صندوق وإجمالي الموارد العامة الجنرالي سورسز في صندوق النقد الدولي تريليون دولار وهي غير كافية في هذه الحالة إضافة إلى بعض السنديق الموجود بها بعض المساعدات الطارئة كسندوق الصلابة والاستدامة الحالي وأيضا وأداة التمويل السريع لابد من إضافة الموارد العامة لسندوق النقد الدولي يجب إضافتها أو زيادتها إلى مبالغ تريليون وربي يعني بزيادتها بربع تريليون إضافية من دول الفائد طبعا بتطبع في هذه الحالة الصينية زيادة حصتها إذا تكون زيادة متفاوتة حسب ما يتراء صندوق النقد الدولي في أنه يزود موارده وزيادة السيولة المتاح حتى يستطيع تفادي الركود وتفادي شبح المديونية العالمية وقد يؤدي ذلك إلى كثير من الفاشل إذا ظهرت المديونية والركود في هذه الحالة سوف تفشل عديد من الاقتصادات العالم وقد يؤثر ذلك على النظام النقدي العالمي الذي على أساسه وضع يعني أنشئ صندوق النقد الدولي نحن على أبواب وضع نظام نقدي عالمي جديد لابد من يعني ظهور هذا النظام الذي يقوم على ما نسميه باقتصادات إدارة المخاطر ريسك مانجمينت إيكانومي والتالي في هذه الحالة الصندوق معني بهذا ويلعب دور الملاذ الأخير ما نسميه بالبنك المركزي العالمي كملاذ أخير سندخل في تفاصيل أكثر دكتور فخري لكن بعد فاصل قصير لو تسمح لي ابقوا معي ضيوفي الكرام أنتم أيضا مشاهدين ابقوا معنا المزيد بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد قبل أيام وفي أولى تصريحاتها مع دخول العام الجديد حذرت المديرة التنفيذية لسندوق النقد الدولي من أن ثلثة الاقتصاد العالمي سيتعرض لحالة ركود في عام 2023 وقالت كريستالينا جورجييفا إن العام الحالي سيكون أصعب من العام الماضي إذا استمرت أو إذا استمرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين بفترة تباطؤ لاقتصاداتها وكان الصندوق قد خفض توقعاته إذن لنموء الاقتصاد العالمي هذا العام بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة تحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبحة جماح ارتفاع الأسعار أعود وأرحب بضيوفي من واشنطن من مانيلا ومن القاهرة دكتور جيمز كان ضيفي من القاهرة قبل قليل يتحدث عن حاجة حاجة أمام الصندوق صندوق النقد الدولي لتحديث سياساته الإقراضية ولتحديث سياساته التقييمية بشكل عام لحاجة الدول للاقتراض وأيضا توقعاته هل توافق؟ نعم أعتقد أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك نقاشات تدور حول دور صندوق النقد الدولي ودور مؤسسة التمويل الدولي من حيث دورهم في الإقراض وهذا النظام منذ أن تأسس لم يتغير كثيرا ولم تتطور هذه المؤسسات بقدر ما كان مطلوبا من أجل مواكبة التحديات والتصدي لها كما أن التوجه إلى الشرق الأوسط وروسيا وأسيا أمور تتطلب إطار خاص إذن كان هناك بالفعل نقاش كبير حول ذلك وفي إبريل تحدث إلينا المسؤولين وقالوا أنهم يحتاجون لتحديث النظام وبالتالي كما أشار الضيف بشأن طريقة يتعامل النظام وحقوق السحب الخاصة وآليات عملها والمخصصات والحصص إذن أعتقد أن صندوق النقد الدولي وإلى حد كبير لديه أدوات محدودة ويحاول أن يتعامل الآن مع ما هو أكثر تعقيدا من سيناريوهات وهذا يتضمن أيضا اتخاذ خطوات أكثر أو القيام بدور أكبر وأكثر توسعا وأن يلعب دورا أهم خاصة نحو دول متدنية الدخل أو متوسط الدخل صندوق النقد الدولي لا يمكنه أن يعمل بمفرده إن أردنا أن يتخطى صلاحياته فهذا سيكون مستحيلا يجب أن يتعاون مع مؤسسة التمويل لإفسي يجب أن يتعاون مع مجموعة البنك الدولي حتى يصلوا سويا إلى أسلوب فعال في التعامل مع المديونية مديونية تلك الدول الواقعة في بحر من الديون هذه المشكلات معقدة كثيرا وربما تتخطص على حيات الصندوق إذن أتفك مع الجزء الذي يشير إلى أن هناك أدوات مزيدة يحتاجها صندوق النقد الدولي ولكن بالتعاون مع مؤسسات أخرى هناك خطوات بسيطة من الممكن القيام بها تقييم الديون بشكل دقيق مثلا هذه خطوة أولى مهمة نحن لسنا واثقين بشأن حجم الديون وشروط تزديدها ومددها إذن هذا التقييم المبدئي ما نسميه بالبيزلاين مطلوب كما أن مؤسسات التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يجب أن يؤسس منصة مشتركة لتوجيه المناقشات العالمية نحو نظام أفضل ومنهجية أكثر فعالية في التعامل مع هذه المشكلات دكتور فخري نعود قليلا نتحدث عن إنعكاسات هذه السياسات على الاقتصاد العالمي جاءنا من الأخبار التي جاءتنا خلال اليومين الماضيين تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأدنى مستوى لها منذ بدء الأزمة الأوكرانية برأيك كيف ينعكس ذلك على الأسواق وعلى الاقتصاد بشكل عام وبالتالي هل يسهل مهمة البنوك المركزية بشكل عام على أين الأحوال يعني ده بداية طيبة فيما يتعلق بانخفاض أسعار الغاز وخاصة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الذي يشكل الغاز يعني وضع أساسي بالنسبة لها ولذلك أعتقد أنه ده بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط بشكل تدريجي ده أيضا يساهم في خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى يعني وطيرة أقل من التشدد النقدي من البنك الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية أيضا يقلل من يعني شبح الركود بالنسبة لإقتصاد العالمي أيضا بالإضافة أتفق مع الدكتور جيمس فيما تعلق بضرورة التناغم والتنسيق بين سياسات صندوق النقد الدولي المعنية ب يعني سياسات النقدية ومؤشرات الاقتصاد الكل المعنية مجموعة البنك الدولي وتمويلات البنك الدولي في هذه الحالة كان هناك اقتراح منذ يعني عقود بأنه في المستقبل بعد عدة عقود كانت هناك اقتراحات بدمج صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي وبهذا يكون هو البنك العالمي الذي يضع نظام النقد العالمي والتمويل العالمي في نفس الوقت فالجزء الاول فيما يتعلق بالبنك الدولي ويتعلق بالتمويل ويعني مساعدة الدول من يعني أزمات الديون إلى آخره وفي الانشاء والتعمير والتنمية المستدامة والسندوق من ناحية أخرى فيما يتعلق بالسياسات النقدية وموزين مفرات والاختلالات فيها مسألة مهمة للغاية يبقى حاجة أخيرة في دقيقة واحدة وهي أقل لو سمحت الدكتور بقي لدي أقل من دقيقتين وساطة دولية لإنهاء الحرب الدائرة الآن بين روسيا وإوكرانيا لأنها سوف تنهي الكثير والكثير فيما يتعلق بسلاسل الإمداد في هذه الحالة دكتور تشستر في دقيقة ونصف ما هي أيضا توقعاتك وأيضا ما تعليقك على ما جاء في إجابة تاي ضيفي تفضل أطفق تماما مع الرأي الذي يقول أن هناك حاجة بالفعل إلى التفكير خارج الصندوق والخروج عن ما هو تقليدي لأن الوضع الحالي هو خارج عن التقليدي والركود العالمي يحتاج إلى حلول مبتكرة نحو هذه المشكلات والمسائل إذن أؤمن بالمئة بالمقترحات التي قدمها ضيفا بشأن وجود منصة عالمية مشتركة وجهة تستطيع بالفعل أن توفر الحلول الفعالة والمناسبة وهذه توصية صندوق النقد الدولي نحتاج إلى منهجية علمية كما أشارت وشفافية أكثر في توجيه والإرشاد والتوقعات التي يجب أن تكون شمولية لا تستثني أي أحد وغير متحيزة كما أنها يجب أن تكون فعالة نحو مشكلات الاقتصاد العالمي شكرا جزيلا لك دكتور تشاستر كابالزا رئيس ومؤسس منظمة التنمية الدولية والتعاون الأمني IDSC شكر موصول لدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ومستشار صندوق النقد الدولي سابقا الشكر موصول لدكتور جيمز ديفيد سبيلمن الخبير في الأسواق العالمية ومدير شركة الاتصالات الاستراتيجية في واشنطن شكرا جزيلا لكم ولوقتكم قبل الختام أستعرض سؤالي حلقة الرابط لليوم إذن تسألنا ما الأثار المترتبة على الاستمرار في رفع معدلات الفائدة على اقتصادات العالم وهل سياسات صندوق النقد تركز على مصالح الملدان المانحة والمقتردة بعد استفادة النقاش إذن خلص ضيوفي إلى التالي سيترتب على رفع أسعار الفائدة ارتفاع في كلفة الاقتراض وتباطؤ في سوق العمل ومخاطر الدخول في ركود كما يهدد بزيادة أعباء ديون على الدول النامية فضلا عن تراجع القوى الشرائية للعملات المحلية على صندوق النقد الدولي التعامل بمنهجية في سياساته وفقا لضيوفي وتوقعاته أيضا من نسبة لنمو الاقتصادي واعتماد الشفافية في إصدار البيانات والنظر إلى مصالح الدول المانحة والمقترضة على حد سواء بالطريقة الصحيحة إذن نهاية الرابط لهذه الليلة مشاهدين غدا ملف جديد وحلقة جديدة ألقاكم فيها كونوا على الموعد ترجمة نانسي قنقر